السلام عليكم عمرو دياب ينعى مؤلف أشهر أغنية في مشواره نعى الفنان عمرو دياب الشاعر الغنائي أحمد علي موسى مؤلف أشهر أغنيه في مشواره أغنية تمليمعات والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة وكتب عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على منصة X تويتر سابقا خالص عزائي في وفاة شاعر أحمد علي موسى رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان كان الفنان رامي صبري قد أعلن خبر وفاة شاعر الراحل حيث كتب عبر حسابه الشخصية بموقع فيسبوك توفي إلى رحمة الله شاعر الإحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى ويقام العزاء غدا الست في مسجد للشرطة الشيخ زايد قاعة الكريم كان عمرو دياب قد أعلن عن تقديم عدد من الأغني في مفاجأة قوية لجمهوره وتزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده ستة ثلاث يعود بها إلى الجمهور خلال فصل الشتاء حيث انتهى مؤخرا من تسجيل أكثر من ست أغنيات سوف يتم طرحها خلال فصل الشتاء على طريقة السينغل ويتعاون عمرو دياب في أغنيه الجديدة المقرر طرحها خلال فصل الشتاء مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم تامر حسين والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم من ناحية أخرى أعلن المستشار تركي آل الشيف عن تحضير مفاجأة غير متوقعة للهضبة حيث كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض مشيرا إلى أن فعالياتها تتضمن حدثا كبيرا خاصا بالنجم عمرو دياب لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد اشتركوا في القناة